أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث نخصصها للحديث عن تطورات الموقف الحكومي الرافض لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي والدعم الإماراتي له قالت الحكومة إنها لن تشارك في اللقاء الذي دعت إليه السعودية في مدينة جدة إلا بعد انسحاب قوات الحزام الأمني الموالية للانتقالي من المواقع التي سيطرت عليها وقالت وزارة الخارجية في تغريدات لها إنها ترحب بالدعوة السعودية لكنها لم تشارك في أي حوار مع الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلا بعد انتثاله لما ورد في بيان التحالف والانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما يخوله القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي يأتي هذا الموقف الحكومي بعد وصول وفد المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جدة للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه السعودية في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين ما أهمية المواقف الحكومية الرافضة للانقلاب في ظل استمرار تقدم الانتقالي الجنوبي عسكريا على الأرض وما هي الخيارات التي بيد الشرعية لإخماد تمرد الانتقالي بعد اشتراطها الانسحاب قبل الدخول في الحوار نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا رفض حكومي للدخول في أي حوار مع المجلس الانتقالي قبل أن تنسحب القوات المدعومة من الإمارات من المناطق التي سيطرت عليها في عدن ومناطق جنوبية أخرى في تغريدة الوزارة الخارجية قالت إنها ترحب بالدعوة السعودية لكنها لن تشارك في أي حوار مع الانتقالي إلا بعد الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها وقالت إن الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي يأتي هذا الموقف الحكومي بعد وصول وفد الانتقالي إلى جدة للمشاركة في الحوار وصل الوفد وبيده ورقة السيطرة العسكرية على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبيان وملف إسقاط ذات السيناريو على ما تبقى من محافظات لم يكمل سيطرته عليها بعد وبيده الأخرى ملف المساومات والشروط للتراجع خطوة للوراء بعد أن قفز خطوات للأمام وفرض واقعا جديدا ما بين البيانات والمواقف والإدانات الحكومية والدولية وبين تمدد قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات على الأرض واقع يفرض وجغرافيا جديدة يعاد ترسيمها على حساب حسار الشرعية التي قوض حضورها والجمهورية التي استهدفت ثوابتها وتقسم جغرافيتها لصالح أدوات الإمارات جنوبا وأدوات إيران شمالا في تطور تولي جديد وملفت على خلفية انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الشرعية في عدن وتمدده عسكريا باتجاه المناطق الجنوبية الأخرى طالب مايكل آرون سفير بريطانيا لدى اليمن المجلس الانتقالي بالانضواء تحت الشرعية بقيادة الرئيس هادي والانخراط في الحوار الذي دعت له السعودية المسؤول البريطاني قال إن الشعبية لا تعني الشرعية وأكد أن بلاده والمجتمع الدولي لن يعترف بالمجلس الانتقالي إذا سيطر على الجنوب وخرج عن الشرعية اليمنية مواقف ثابتة للشرعية ودعم دولي متنامل لها وعلى الجانب الآخر واقع جديد تحاول الميليشيا المدعومة من الإمارة فرضه على الأرض فإلى أين تمضي القضية اليمنية إذن أبدأ النقاش مع ضيفي من الرياضة المحللة السياسي عمر بن هلابي سيد عمر المساء الخير أهلا بك نفاهم دورة قياسة معك سيد عمر الشرعية ما تزال في مربع المواقف والإدانات في حين الانتقال يواصل تمدده على الأرض عسكريا كما شهدنا في أبيان والتلميحات أيضا حول الشبوى بالتالي ما أهمية المواقف التي لم تحدث أي تغيير على الأرض في اعتقاد أن المواقف التي تستخدمها الشرعية اليمنية هي مواقف أطلانية مواقف تحاول أن تتحاشى الانتجار الذي يسعى لها الانتقال ومن خلفها أولا أخذوا مقامرة وهي مقامرة كما يكون شمتون علي وعلى أعداد يريد أن يهد المعبد بعد أن يوصلوا إلى ضريق السيول وبعد أن بدأت تكشف نوايا حقيقة في اليمن وداخل السحار بدأوا يتخذون مواقف تذكيرية خير مبررة والموظف التي استخدت الشرعية وهو موظف عقلاني وهو يحاول أن يتخذ هذا التطعيد خير مبرر وأن يخرج بخروج بحيث لا يهد المعبد وهذه هي حكلة مقهومة نوعنا إلى الآن ولكن مطلوب منهم أن يستخدموا مواقف حاجمة وواضحة وطمع سمعنا من تطريع الخارجية البيبنية ومن خيانات الحكومة فأن هناك ثلاثات عز لينهاء هذا الملك إنها عادت تدخل الاماراتي السادس السيادة اليوم طيب سيد عمر المواقف العقلانية التي تحدثت عنها تمثلت في أن الحكومة بالأمس أكدت مواجهتها للتمرد المسلح الذي قامت به ميليشيات الانتقالي وأكدت اليوم أيضا رفضها أي حوار مع الميليشيات ما لم تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها برأيك ما هي الخيارات التي بيد الشرعية في حال لم تنسحب قوات الانتقال كما اشترطت؟ عادت تقول أن هناك خيارات سياسية وخيارات ميجانية في يد الشرعية لا زالت بديها أوراق قوية ميجانية وليليها الخيار الحاسم والقرار الحاسم السياسي هو بيد الشرعية اليومية وليس بيد السياسة ولكن كيف تواجه ومطلوب منها أن تتحرك بشكل أكثر فعالية بشكل أكثر جرأة ليطاب هذا الانتجار قبل حدوث الكارثة التي يفعى ويعمل إليها الانتقال كثيرا ومنها طيب لو قفزنا إلى المواقف الدولية وآخرها لبريطانيا التي طالب السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون عبرها المجلس الانتقالي طالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالاندواء تحت الشرعية السفير البريطاني أيضا أكد أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي خطوة من قبل الانتقالي للسيطرة على الجنوب ما أهمية الموقف البريطاني والمواقف الدولية الداعمة لليمن عموما وكيف للشرعية اليوم أن تستثمر هذه المواقف موقف البريطاني والمواقف الدولي والأفريمي هذه مواقف الدولية مواقف عروضة لن تستطيع أن تعترف أي سبطة في أي دولة أو في أي سرعية في المجتمع الدولي ما حصل من الانتقالي هو تمرض الطفل الشرعية لا بريطاني ولا غير أفريمي ستستطيع أو تقتل أن تعترف سهل لأن هذا يفتح الباب على المسرعي في وضع عالمية ورصة ما خير مصفولة للجميع موقف البريطاني هو موقف صحيح وموقف واحد وموقف ثانية تتجهوا إلى الحوار ويشاركوا تحت كل الشرعية ولكن هذا ما يفعى إليه الانتقالي منذ أن أثث أو منذ أن تأثث إلى القوى الأفليلية والممارات الانتقالية هم أثثوه على أساس أن بعد أن طردوا من الشرعية وبعد بداع فشلهم في إدارة عدم عندما سلمهم الأخوة الرئيس لبداية الأمر إدارة عظمات الدولية هم فشلوا فشل تريع في إدارة عدم عندما عزلوا قوة هذا قوة الانتقالي للعودة إلى السيطرة السياسية التي تسعى لها الإمارات أن تجرع عملها أو تجرع عياتي لها داخل الحكومة اليمنية لتمثيل وعماية وترسيب مصالح الإماراتية بحثة لا تقبل اليمن فيها وهذا ما يعمل عليه الانتقالي وفيادته وفتما للمصالح الإماراتية اليسر إذن سنتحدث عن هذه النقطة بعد قليل لكن ابقى معي سأضم إلينا من الرياضة للحوار المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي سيد عبد العزيز مساء الخير مرحبا بك سيد عبد العزيز لو تسمعني سيد عبد العزيز هل تسمعني إذن أعود للمحلل السياسي عمر بن هلابي لو كنت تسمعني سيد عمر أنت تحدثت عن أهداف الإمارات في اليمن أو في الجنوب خاصة الإمارات تصر على أنها شريك في التحالف أيضا وتدعو الأطراف في عدن للتهديئة بالمقابل تستمر بدعم وتسليح الجانب الإنقلابي ما الذي تريده الإمارات؟ حسن الآن حقيقة سلم نعث نفسها بالشقاء في الإمارات ماذا يريده؟ الإمارات هم الشقاء لنا وهم أتوا بدعوة كريمة من خادم الأرمين الشريفين للمشاركة في التحالف العربية التي دعا له سيادة الرئيس أترف المنصور حادي وأثث الإمارات كشريك الإمارات العربية السعودية والشرعية اليمنية لإعادة الشرعية ومحاربة المشروع الإيراني الذي يقوض الأمن اليمني ليس الأمن اليمني فقط فل اليمني والأسليمي وبشكل خاص أمن لنا ولكن الآن بعد دخولهم إلى عدد وبعدها تواصلهم مع بعض القيادات التي انتهنت الارتزاع بدأت الإمارات تنحرف أو بدأت تظهر عليها علامات غير واضحة للسحالف وغير واضحة للشرعية اليمنية نحن لا أعتقد أن من يريد عادة الشرعية لا يمكن أن يبدأ عليها بتمرد أو يدعم تمرد عليها في عدل أو غير عدل وما حصل الآن من تمرد الاستقالي دعما بالإمارات وتمرد واضح والكل يسمي تمرد والكل يعرف أن هذا تمرد أسكري لتقوير الشرعية ولتقوير جهد التحالف وكل في اعتقاد وأنا أعتقد وأتمنى على الأشياء مراسل يراجب هذا وأن يستجيب للدعوة اليمنيية ودعوة الشرعية اليمنيية في أفضح الدعاء الأسكري والماتي لما يسمى المجلس الانتخالي وميليشياتي الخارس عن الصالح نعم المحلل السياسي عمر بن هلابي أشكرك جزيلا شكرا كنت معنا من الرياض شكرا لك أعوذي ضيفي من الرياض أيضا المحلل العسكري عبدالعزيز الهداشي سيد عبدالعزيز لو كنت تسمعني مساء الخير أصعد الله مساءكم ومساء الله أعوذيكم الكرام ومساء المشاهدين جميعا شكرا لك سيد عبدالعزيز كما نشاهد اليوم الانتقالي الجنوبية تواصل السيطرة على المناطق الجنوبية وبسط السيطرة عسكريا عليها ويد أخرى تمتد للحوار مع الشرعية في جدة كاستجابة للدعوة السعودية ما تعليقكم لم أسمع مؤخرة السؤال ما تعليقكم على الانتقالية الجنوبية الذي لديه يدان طبعا المجلس الانتقالي الجنوبي له هدف واضح وهو فصر الجنوب وهو حاليا من ناحية نظرية يشتغل صح لتحقيق هدفه يتفع وضو ويد تداتل القبرة المشكلة العشرة في المجلس الانتقالي الجنوبية المشكلة لديه الشرعية ما هي إجراءة الشرعية ماذا سوف نتخذه أما بالنسبة المجلس الانتقالي هو يفرض واقع جديد على الأرض أسكريا دائم والواقع على الأرض لا يمكن حاله دبلوماسيا وأعتقد أن المجلس الانتقالي وصل إلى وصل إلى عودة يعني بالمفاوضات نعم هذه المواقف أو الإدانات الحكومية لم توقف تمدد الانتقالي عسكريا على الأرض ما أهميتها لا 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 يعني دائما يظهر يعني فاوض على المدى الذي تصل إلى مدافعك من يرسل السلطة على الأرض يكون الطرف الأقوى الإدانات والإجراءات الدبلوماسية تكون غير فعالة إلا إذا أتت قوة عظمى من الخارج بتنفيذها وإلا فإنها حضر على ورج لا تقدم ولا تؤخر لكن تفضل لكن نعم نعم تفضل لكن الإجراءات الدبلوماسية قد تؤجل بعض تؤجل الاعتراف بالواقع الجديد لكنها لا تلغي نعم سيد عبد العزيز أنت تحدثت عن القوى على الأرض بالتالي ما جدوى الدعوة السعودية للحوار بين الشرعية وقوات الانتقالي وإلى ماذا يمكن أن تفضي حوارات مثل هذه الحوارات مثل هذه أعتقد أن البطنك العربي السعودية تحاول احتوى الموقع الضوء مفرج لها وكمان حليفتها التي طعنتها في الخلف أدت إلى التوظف على الهدف الرئيسي لعضلية أصبت الحزم وهو ما خيارات الحكومة الشرعية بالتالي أقول في نهاية المطاف سوف يتفاوضون وأعتقد أنهم سوف يصلون إلى حل لا يشبع الزيد ولا تفنى الغنم هذا المبدأ الذي يعني يظل الانتقال مسيطر واقعيا على الأرض مع ترك رمزية للشرعية في المحافظات الجنوبية أو في محافظة عدل قلت سيتفاوضون سيد عبد العزيز لكن وفد المجلس الانتقالي في جدة للحوار حاليا في حين مسلحي على الأرض يواصلون تمردهم آخر ما قام به اليوم من اقتحام جديد لقصر معاشيق ونهب محتوياته كيف يمكن الوثوق بهكذا الطرف أنا أصدق أن نكون في بداية السؤال الأول أنه يد تفاوض ويد ويد تباتل يد تمسك غصن الزيتون أو ترفع غصن الزيتون وليد الأخرى ترفع البندقية المجلس الانتقالي لأنه هو الطرف الأقوى حاليا هو الذي يبن على الحكومة في المفاوضات وليس العكس ويسأل تحقيق هدفين طالما أنه لا يوجد قوة عسكرية لكبح جماعي فسوف يستمر المفاوضات هي احتواء الموقف فقط أو لبسط ويستطر بسط المفاوضة على أكبر مساحة من الأرض نعم نعم طيب تعليقك على قول السفير البريطاني الذي أوضح في تصريحات للشرق الأوسط أن بلاده والمجتمع الدولي لن يعترفوا بالمجلس الانتقالي الجنوبي إذا سيطر على الجنوب حتى ولو سيطر على مؤسسات الدولة وخرج عن الشرعية اليمنية ما هو تعليقك دائما في مثل هذه الأحداث يبدأ المجتمع الدولي بشكل عام في استنكام ما يحدث وأنهم لن يعترفوا ولكن فينا هذا المطاب إذا استمرت الأوبع بهذه الطريقة المجتمع الدولي يعترف بالواقع الجديد حتى لو لا يعترف فيه دولما وخير مثال الحوز حتى الآن لا توجد دولة في العالم لا فيها إيران تعترف ولكن ما يتفاوضون معه ويجلسونها معه الواجهة الجديدة الذي على الأرض هو بني فرض نعم نعم موقف جزيد أيضا للشرعية فيه وتمثل في الموقف هذا في وزير النقل اليمنية الذي قال لوكالة سبوتنك الروسية الحكومة توجهت بطلب للرئيس هادي لوقف مشاركة الإمارات حقيقك أيضا أعتقد أنه هذا الإجراء كان يجب أن يتمكي يعني في سنة الأولى للحرب أو على الأقل بعد أحداث يناير 2018 في عدن جضيت حتى بيانة الحكومة كان عشفظ مبحك يعني عندما يقول أنه أن دولة المرض تقف خلف ما حدث في عدن والحقيقة أنه يأرض الكلام هذا ليس جديد يعني وقدنا معتقدين أنها دولة مزنبي هي الإمارات لكن ما هي الإجراءات حتى يبين الحكومة طالبها بالتوقف ولم يطلب منها أن تنسح ولم يوجه أن تنسح من التعالف ولم يوجه مجلس الأمنا ولم يوجه من التعالف الدولي باعتبار لدولة دولة احتلال أو بإيقاف التدخل في اليمن مجرد أكثر من ذر الرمض على العيون أو الصداط الواجب الحكومة أضعف لا تكون عن أن تتخذ أي إجراء ضمن بيانة الحكومة قالت أن الناس سوف تتتخذ جميع الوسائل السورية والجانونية الوسائل السورية والجانونية عادة في هذه الحالات تكون إنهاء التمرض العسكري بالقوة وللعلم لا توجد وحدة في العالم طوعيا في أي دولة في العالم ولا يوجد الفصال السلمي الانفصال على سبيل بالقوة وخارج الشرعية في أي دولة في العالم ولا تكون على سجل المثال نعم نعم سيد عبدالعزيز أتمنى أن تبقى معي أضم إلينا أيضا من إسطنبول المحلل السياسي عبدالياسين التميمي عفوا سيد ياسين مرحبا بك مرحبا أهلا وسامع أهلا بك سيد ياسين الحديث اليوم يجري عن مفاوضات منذ الصباح بين السلطة المحلية وقوات النخبة في شبوة حول تجنيب المحافظة المواجهة المسلحة كما حدث في أبيان وعدن ما صحة هذه المعلومات وإلى أي حد تكشف برأيك منورات الانتقال بقبول الحوار ومواصلة السيطرة على الجنوب ما تعليقك؟ طبعا إلى الآن لا تزال هذه شائعات ربما بهدف يعني تهيئة الأرضية للقبول بعروض من هذا النوع لكن ضمن أجندة الانتقال شبوة هي الهدف التالي بعد محافظة أبيان ولكن هناك توازن عسكري لا يمكن تجاهله في محافظة شبوة وهناك توازن قبلي أيضا وهناك رفض للمخطفات الإماراتية هناك ما يكشفه توجه من هذا النوع هو أن الإنقلابيين المدعومين من الإمارات والسحال بشكل عام ماضي في المخطف نفسه لفصل الجنوب عن اجتمال وهو مخطف أصلا يمثل أحد المشاريع المستوردة من الطارج المطروضة على مجامع مرتزقة عملة ينفذون مشروعا خرج حتى عن استفاهم الجنوب الجنوبي وخرج عن الإجماع الجنوبي فيما يتعلق بتقرير مصير الجنوب هناك شيء لا تتحكم اليوم بكل شيء ومرتضبط بشكل كامل بالأجندة الإماراتية التدميرية التي حرفت مهمة التحالف بشكل خطير وحولت التحالف بمجمله إلى قوة معادية للمصالح اليمنية العلية ولهذا نحن لا نستبعد أن تتجه الأمور في الشبوة إلى مواجهات مسلحة هذا ما يفتط له هاولا وهذا ما يريد أنه أخرى الفترة المقبلة لكن ما يمكن الحديث عنه هنا هو أنه في الوقت الذي يذهب وقت من هذا المجلس الانتقال الموالي للإمارات إذا جد بغرب المشاركة في حوار مرتقب مع الحكومة هو أيضا يتصرف على الأرض تماما على نهج الحوثيين وهو يتصرف في الحقيقة بيعاز من الإمارات التي لا تترث بما يجري في اليمن ولا تهتم بالفيادة اليمنية وقد مثل بيان الحكومة بنسبلها رد سعر الفادم ما كانت تتوقعه لكن اليوم الإمارات هي طرف متمرد ومعيق لعملية التسوية السياسية ومعيق لمهمة استعادة السلطة الشرعية واستعادة الاستقرار في الجمهورية اليمنية ولهذا ما يجب أن تفهوا الإمارات وعملائها أنهم اليوم أخذوا البلد أو طفزوا إلى المجهول وعلى السلطة الشرعية أن تصاعد من موقفها كما رأيناه اليوم هناك رفض للذهاب إلى حوار وأنا أعتقد أن الذهاب إلى حوار هو شرعنا كاملة للإجازات الميدانية غير الشرعية التي قام بها الإنقلاديون الانتقاليون بأسلحة إماراتية وبدعم سعود إماراتي طيب كيف تقوم أو تقيم الموقف الحكومي الذي قالت فيه الخارجية أن الحكومة تضد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأيضا وتصريح وزير النقل الأخير حول توجه الحكومة بطلب للرئيس هادي لوقف مشاركة الإمارات في التحالف كيف تقيم هذا الموقف موقف الحكومة حتى الآن موقف قوي جدا الموقف الفصادر عن الاجتماع لاستثناء إجراءات الوزراء هذا هو الموقف الأقوى جدا الذي رأيناه منذ الأمس وتصريحات وزير النقل وعزز هذا توجه الحكومي نحو الكلاف أو القطع مع دور الإماراتي في اليمن وبالتالي أنا ألوم القيادة الشرعية أنها لم تتحرك إلى الآن وتستخدم خطوة ومع ذلك يمكن النظر إلى ما طرحه مندوب اليمن في أمام عضم مجلس الآن بالأمس لأنه خطوة إيجابية وجيدة لأنها وضع في المجتمع الجولي أم حقيقة جديدة وهي أن الإمارات لم تعد تستنى بالسلطة الشرعية وبالتالي دورها في اليمن غير مشروع بل وخطر جدا وأصبح يمضي باتجاه مبادر المطالح اليمنية ولروح قرارات مجلس الأمن التي استفادرت بشأن اليمن وفي مقدمتها القرارة 2016 وهذا يفترض أن يضع الإمارات في سياق الصحيح وهي أنها بلد معطل الموقع الذي ينبغي أن توضع الإمارات في سياق الأزمة والحرب لنفترض أن الشرعية تصرفت بمسؤولية وتملكتها الشجاعة وتصرفت كدولة تحترم سيادتها وأعفت الإمارات من المشاركة في التحالف بالتالي ما الذي يترتب على إعفاء الإمارات من المشاركة في التحالف هو موقف الموقف الصلوط الشرعية حتى الآن حمل هذا المعنى والإمارات اليوم بلأ أوطرت غير مرغوثي عمليا ربما الحكومة تخضع للإرادة السعودية في هذه المرحلة وأنا أستغرب أن هناك تمييز بين الموقفين الإمارات والسعودية والإمارات تتبادل أدوار لا أفل ولا أكثر لكن لنفترض أن الحكومة الشرعية اليوم محكومة بوجودها في الرياض وبالتالي لا تريد أن تذهب إلى حد المطالبة المباشرة للإمارات بالخروج أو طردها من التحالف ربما ترك هذا الأمر للجانب السعودي لكن كون الحكومة تقول أن الإمارات لم تعد تساعد اليمن وأنها أصبح خطر على اليمن هذا يكفي لكي يعرف المجتمع الدولي أن الإمارات ليس من حق أن تدعي في أي موقف وفي أي محفل بأنها موجودة في اليمن أصلا لدعم الصوت الشرعية ولهذا جاء تصريح الحكومة أو مسؤول في الحكومة الإماراتية أو مندوب أو نائب مندوب الإماراتي في الأمم المتحدة مبحكا للغاية ومثير للشفقة لأنه كان يكذب على رؤوس الأشهاد ويقول كلاما بغير صحيح فندته الحكومة وليس هناك أوثق من الحكومة الشرعية لتقول هذا الطرف يساندها وهذا الطرف يقف ضدها فهذه الحكومة أصلا هي التي استدعت الرياض والرياض قامت باستقلاب هذه الدول كجزء من تحالف عربي يفترض أنه كان قد أعاد تحالف الشرعية إلى صنع ولكنه كما يبدو يذهب الآن إلى تفكيك الدولة اليمنية وإلى طرد الشرعية أماما من اليمن وإحلال قوة ما دون الدولة تتفترض ضد المصالح اليمني العليا وتتفترض كأدوات لتفكيك هذه الدولة وتنزيجها لصالح الأجندة الإقليمية الإماراتية السعودية على وجهة قصوص سيد ياسم بالطبع تبعت الموقف الدولي مما حدث وكيف يدعم الشرعية الحكومة الشرعية المعترفة بها كيف يمكن للحكومة الشرعية استثمار هذا الموقف حتى الآن المجتمع الدولي بطبيعة الحال لم يتبنى موقف صريح يضع الإمارات في سياق هذه اللحظة كما نعرف تتعاني الأصول الشرعية من إشكالية أن المجتمع الدولي يتفاهم الدور السعودي والإمارات خصوصا أن الإمارات خدعت المجتمع الدولي بالقول أنها متواجدة في اليمن لمكافحة الإرهاب وفي مكافحة الإرهاب خسر اليمن كثير من مصالحه ومقدراته وبات يعاني على المستوى الإنساني والعسكري والأمني وبات تحت خط الفقر ومهدد أكثر من أي وقت مضى بسبب هذا التدخل العسكري لم يحدث تطور نوعي في موقف المجتمع الدولي باتجاه أن يقول الإمارات توقفي حتى نستدخل في شؤون اليمن حتى هذه اللحظة لكن ما قالت الحكومة أعتقد أنه أحرج الإمارات وأخرجها من سياق الإدعاءات بأنها موجودة أصلا ضمن تحالف دولي للدعم الشرعية اليوم هي طرف معادي تدعم مجامع انتصالية تخريبية ومجامع ميليشيوية وهذا التصرف معادي وسوف يتجل في التاريخ بأن هذه الدولة خدعت اليمنين وخدعت السعودية وعملت ضد مصالح اليمنين وضد مصالح شعبها حتى لأن الإمارات العربية المتحدة هي أصلا تتبنى إرء ثأر تاريخي مع الرياض وهذا لا يجب إخباله تماما هناك في جل حاسل بالعدوات التاريخية وبالثأر الذي قائم بين النظامين ولهذا أعتقد أنه على الرغم الانتجام الظاهري بين أبوظاب والرياض إزاء اليمن والذي تبرره ونزعة البلدين نحن تحقيق مصالح مشكلة هناك إلا أن الإمارات أعتقد أنها لازلت تشعر بأنها بحاجة إلى توريق السعودية في المستنقع اليمني أملا في الاستفراد بالدور الإقليمي أو على الأقل توجيه ضربات للسعودية التي يحتفظ سيجل العلاقات بينهما بنقاط فجلتها أو أحرستها الرياض على حساب أبوظاب على وجه التحديد سيد ياسين التميمي المحلل السياسي من اسطنبول أشكرك جزيلا الشكر أعود لضيفي من الرياضة المحلل العسكري عبدالعزيز الهداشي سيد عبدالعزيز قلت قبل قليل أن إعفاء الإمارات قد يكون متأخر لكن كيف سيكون موقف الانتقالي إذا ما أعفيت الإمارات من المشاركة في التحالف أين سيكون في هذه المعادلة؟ لنبترض أن نبتل مع إعفاء الإمارات من التحالف الإمارات يعني قد سلحت الانتقالي الجنوبي بأسلحة حديثة وسوف تستمر بدعمهم المالي وعندما نتكلم عن إعفاء الإمارات كأننا نعطي الجيش الروسي نتدخل في أفغانستان ألف جندي أو ألف خمسمائة جندي لا يقدبون ولا يأخطرون يعملون كمستشاري المشكلة الإمارات هي بالدعم المالي سوف تستمر الإمارات بالدعم المالي أما السلاح فردا الانتقالي سلاح ولن يفرق إنسحابة الإمارات رسميا أم لم تنسحب لكنه بد يؤثر في أي معارك قادمة مع الانتقالي ألا يتدخل طيرانها لصالح الانتقالي أما بالنسبة لإنسحابها فإنه لا يقدم أو يؤخر كونها قد سلحت والدعم المالي سوف يستمر وسوف تتبنى قضية الانتقالي دبلوماسيا في أروقة الأمم المتحدة وفي الدول العربية وقد تدفع موال لبعض الدول الهامشية بالإعتراف بالمواقع الجديد في حال أعلن الانتصال نعم سيد عبد العزيز الهداشي المحلل العسكري كنت معنا من الرياض أشكرك جزيلا شكر مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة هذه تحياتي وتحيات موعد ألبرن الحلقة أمين باروفيد وبقية الطاقم شكرا لحسن متابعتكم إلى اللقاء موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة